الطلب الأعزاء في مساق محاسب 2 مرحبا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم سوف نقوم باستكمال ما بدأنا به في المحاضرة السابقة والذي يتعلق بالمخزون بدايةً Inventory is accounted at a cost بمعنى أن المخزون يتم تسجيله بالتكلفة Cost includes all expenditures necessary to acquire goods and place them in a condition ready for sale لما نيجي نحتاج تكلفة المخزونة عندي بيقولك هي جميع التكليف الضرورية لحتى أتملك المخزون أو السلعة وتصبح عندي في وضع جاهز للبيع كيف يعني؟ معضينا مثال For example A fried cost incurred to acquire inventory are added to the cost of inventory But the cost of shipping goods to a customer are selling expenses بيجي بيقول لي مثال بسيط على التكليف المتعلقة بالمخزون هي المصارف النقل بمعنى جميع التكليف نعطي مثال جميع التكليف لتمنفاقها على المخزون لحتى يصبح جاهز للبيع تعتبر جزء لا يتجزى من تكلفة المخزون وما أعطينا مثال هو مصارف النقل بمعنى البيضاء قمت بشراءها من أحد التجارة أو من أحد الشركات وقمت بيش بنقلها لحتى تصبح عندي البيضاء في المخازن تعتبر المصارف نقل للداخل وتعتبر جزء من تكلفة المخزون لكن بقول لك التكليف المتعلقة بشحن البضاعة to a customer are selling expenses بنطلق عليها بمصطلح آخر ومسمي لها shipping goods to a customers لدينا مصطلح بسموله write out بمعنى التكليف النقل للخارج بمعنى أنه أنا كتاجر أو كشركة عندي بضاعة ويجا أحد العملاء قام بيشراء هذه البضاعة وقمت بيشحنة إله إذن تكليف النقل للخارج شحن البضاعة إلى العميل لا تعتبر جزء من تكلفة المخزون لكن تعتبر تكليف بيئية are selling expenses بيجيب معنى النقطة اللي بعدها after a company has determined the quantity of units of inventory بقول لك بعد ما تقوم الشركة بتحديد كميات المخزون أعد وحدات المخزون it supplies unit cost وبالتالي بتقوم بتطبيق تكلفة الوحدة الواحدة بيطل عندي الإجمالية بالإضافة ليش أنا بهمني إن أحد تكلفة الوحدة الواحدة لحتى أقوم بعد ذلك بتحديد تكلفة البضاعة المباعة لكن في نقطة مهمة بقول لك this process can be complicated if a company has purchased inventory items at different times and different prices بمعنى لو كان أنا عندي منتج واحد في المخازن وهذا المنتج خلال فترة العام هي معنى الدورة التشغيلية للشركة العام في السنة المالية قلت بشراء هذا المنتج وكل مرة قلت بشراء هذا المنتج كان بسعر ثابت بمعنى على سمثال أول منتج سترة بعشر دولار في نصف الفترة بعشر دولار إذن بهذه الطريقة ما راح أواجه مشكلة لكن بشكل عام أسعار المنتجات أو أسعار المخزون ضمن الفترات الزمنية مختلفة بيكون له أسعار مختلفة عند الشراء وبالتالي أحيانا بيكون سعره على سمثال عشر دولار في بعد شهر تلاقي الأسعار تفعت صارت 12 دولار أحيانا بصير عندنا انخفاض في أسعار المنتج إذا قلت بشراء كميات كبيرة حصلت على خصم بالتالي تلاقي القيمة 9 دولار إذن راح نلاقي عامية احتساب تخلفة الواحد الواحد وهون صارت عندي صعبة لأنه لأن أنا قلت بشراء منتجات لكن بأسعار مختلفة وهون راح أصير عامية احتسابها راح أصير عامية جدا صعبة وعلى سبيل المثال For example Assume that Crafts TV companies purchased three identical 50-inch TVs on different dates at cost of 720 750 and 800 هنا شركة اسمها Crafts هاي شركات بشراء ثلاث أجزة تلفزيون بقياس 50 إنش ضمن توريخ مختلفة وبأسعار مختلفة بمعنى أن التلفاز اللي بتاريخ الفترة الأولى قامت بشراءه بـ 720 دولار بعدها فترة قامت بشراءه بـ 750 دولار وبعدها في نهاية فترة كانت 200 دولار During the year Crafts sold two sets at 1200 each الشركة خلال العام قامت ببيع قديش جهازين من الجسد التلفاز اللي عندي كل جهاز قامت ببيعه بسعر 1200 دولار لكل التلفاز These facts are summarized in illustration 63 وبالتالي هاي الحقائق تم توضيح وتلخيصها في التوضيح 6 إلى 3 اللي عندي هون بمعنى أن التلفاز الأول قامت بشراءه بتاريخ متى؟ 3 February 3-2 هذا التلفاز قامت بشراءه 720 دولار في 5 ثلاث قامت بشراء تلفاز آخر 950 دولار و 225 قامت بشراء تلفاز آخر بسعر 800 دولار روحت أنا بتاريخ 1-6 1st of June وروحت بعت جهازين تلفاز سعر كل جهاز 1200 دولار سعر البيع ضرب على الوحدات المباعة طلع عندي قديش الإجمال للإرادات المبيعات 2400 دولار إذن 1st of the cost of goods sold will die for depending in which two TVs that company sold بمعنى تكلفة الفضاعة المباعة راح تكون عملية جدا صعبة في تحديدها ليش؟ لأنه الأجلسة التلفاز التي عندي إلى أسعار شراء كانت مختلفة وعلى سبيل المثال احتمال التلفزيون اللي بعتهم ب2400 دولار احتمال يكون من مشتريات فيبروري 3rd وبالإضافة يكون عنده من مارش 25 بمعنى 720 زائد 750 1470 أو احتمال يكون 1520 بمعنى 720 زائد 800 أو يكون 1550 هي عبارة عن 750 زائد 800 إذا ما نلاحظ أنه صار في عندي إيش تكلفة البضاعة المباعة مجدا صعبة وبالتالي في هذا المجال راح نقوم بعملية مناقشة لأنظمة التكاليف المترقة التكاليف في تحديد تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة المخزون المتعلقة بشركة كريفت عنها طريقة وهي جدا بسيطة وإلى خصائصها هي بسموها Specific Identification إذن Specific Identification على سبيل المثال تسموها طريق التمييز المحدد خلنو أخذ المثال المعطاعة عندي بسؤال بقول لك If كريفت can positively identify which particular units is sold and which are still in ending inventory بمعنى إذن كانت الشركة كريفت قادرة بشكل إيجابي إذا تقوم بتحديد الوحدات المباعة بالإضافة إلى مخزون آخر المدة وبالتالي It can use the Specific Identification Method of Inventory Costing إذا الشركة تقدر تقوم بتحديد الوحدات اللي بعتها بمعنى البضاعة اللي بعتها أو الجسد الفاز اللي بعتها من أي تواريخ بعتن إذن بهاي الحالة نستخدم طريقة بسمو طريقة التمييز المحدد بمعنى أنا قادر أحدد فترات اللي قمت بشراء فيها البضاعة وبالتالي بقدر أحدد تكلفتها اللي عندي إذن فالأخص إذا كيف كيف تسل تسل التمييز وانه برشاة في 3 و 22 ثم كيف تسل تسل 1 520 يعني 720 و 800 و ال مو بمعنى إذا كان الشركة بتقدر تحدد المشتريات اللي عندي وقال لك إنه في السؤال إنه البضاعة اللي قمت تبعتها بقيمة 2400 هي من مشتريات في 3rd and May 22 إذا منلاحظ في 3rd كان 750 and May 22 إذن 720 زائد 800 وبالتالي قامت قيمتها 1520 بمعنى أنه البضاعة اللي بعت ها 2400 تكلفت على الشركة 1520 طيب هاي الحالة شو طل عندي مخزون آخر المدة راح نلاقي إنه مخزون آخر المدة هي من مشتريات 5 ولي كانت قيمتها عندي 750 هاي الطريقة بسموها طريقة التمييز المحدد بمعنى نقدر نستخدم نستخدم بهاي الطريقة وبالتالي استخدام هاي الطريقة باستخدام هاي الطريقة نقدر نحدد بشكل دقيق تكلفة مخزون آخر المدة بالإضافة تكلفة البضاعة المباعة هو عن تنميز 720 بعناهم وبالتالي المخزون لضل عندي 750 دولار طبعا طريقة التمييز المحدد تطلب بين الشركات اللي بقاء على السجلات بالتكاليف الأصلي لكل منتج بدخل عندي كمخزون بمعنى التلفزيون الأول قمت بشراءه بدي سجله سميث كانت تلفزيون أو 720 بدي أقوم بتهديته ثبته عندي بسجلات أنه هذا التلفز 720 وبالتالي بدي أحتفظ بسجلات جدا دقيقة فيما يتعلق بالمخزون العمدي وبالتالي historically تاريخيا specific identification was possible only when companies sold a limit variety of high unit cost items that could be identified clearly from the time of purchases رأي الأخرى على سبيل مثال مثال آخر epeanos بالإضافة expensive antiques كمان تعتبر من الأمثل اللي بقدر استخدم محا هاي النظام لكن today barcoding electronic product code and radio frequency identification make it directly possible to do a specific identification with nearly any type products طبعا باستخدام التكنولوجيا الحالية كانوا متطور جدا باستخدام يكون عنا barcode عنا أنظمة الكترونية بهاي الحالة بقدر أعرف كل منتج عندي لأنه بقدر أعطيه barcode مختلف عن كل قطعة وبالتالي بقدر أعرف لما أجي بها هاي البضاعة من أي مشتريات وبالتالي بقدر أحد تقفتها بشكل دقيق لكن بحاجة إلى جهد طبعا this reality is however that that this is practice is still relatively rare لكن هاي الممارسات جدا قليلة إنستان rather than keep track of the cost of each particular items بقولك بدلا من قيام عمي تتبع التكلفا لكل item عندي لكل منتج most companies make assumptions وبالتالي أغلب الشركات تعمل افتراضات وهاي الافتراضات called cost of flow assumptions افتراض تدفق التكلفة about which unit were sold متعلقة بالوحدات اللي تم بيعها طبعا بشكل كبير الشركات تستخدم cost of flow assumptions وكما هي متعرف عندي هي FIFO وليفو والاverage cost أو مسمى آخر with average طبعا FIFO سموها first in first out LIFO last in first out وعن الافتراضات هي متوسط التكلفة طبعا first in first out سنجي عليهم بشكل دقيق مع الممارسات العمليية وتطبيق لها وبالتالي there is no accounting requirements that the cost of law assumptions be consist with the physical movement of the goods بولك ما في مطلب محاسبي بيطلب من الشركات بمعنى تستخدم طريقة ثابتة يعني على سبيل مثال بيجي من استخدم FIFO أو استخدم average cost إذن هي بترجع إيش بما يتناسب مع إدارة الشركة وبالتالي company's management select the appropriate cost of law method دائما الشركات بتقوم باستخدام الطريقة اللي بتناسب إيش أداء الشركة وبتناسب مع منهجيتها ورؤيتها طيب نيجي بشكل سريع نعرف المصطلحات المتعلقة بFIFO Life with Average Cost طبعا First in First out الوارد أولا صادر أولا ونطلق عليها FIFO Last in First out الوارد أخيرا صادر أولا ونطلق عليها Life with Average Cost ومتوسط المرجحة ومتوسط تكلفو طبعا خلال محاضرتنا اليوم والمحاضرة القادمة سنتحدث بشكل كبير عن نظام البردوك Inventory طبعا هناك محاسبة واحد أنه عندها أنظمة محاسبية لتقييم المخسوم لدينا فيما يتعلق بالبردوك Inventory بسموها الجرد الدوري وبالإضافة يكون في عندي الجرد المستمر وهو يسمى Perpetual Inventory Costing سنأتي عليهم بشكل أضاء لكن سنقدر نعرف FIFO بشكل أضاء خلال محاضرتنا اليوم سنأتي عليها من خلال مثال مطعم عندي حتى أقدر أوضح FIFO Life والأفريش كوست بقولك بإضافة 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 Inventory من المخزون من المخزون كان عندي 100 وحدة طبعا 100 وحدة تكلفة الوحدة الواحدة لهذا المنتج المخزون عندي 10 دولار إذن أنا عندي 100 وحدة من هذا المنتج وهذا المنتج كل وحدة واحدة سعرها 10 دولار إذن Total Cost الدولار يبقى معنا هي 100 ضرب 10 30 ألف بعد ذلك كونه هذا المخزون غير كافي للقيام بنشاط المؤسسة أو بنشاط الشركة الشركة قامت في 15 أربعة April 15 قامت بشراء أيش كمان مخزون Purchases اشترت 200 وحدة قامت بسعر شراء تكلفة الوحدة الواحدة كانت 12 دولار إذن الله يظن أن السعار بلاش تزيد إذن 200 ضرب 11 عندي إجمال التكلفة البضاعة قد بشراءها 200 تكلفة على الشركة 2200 دولار بعد ذلك في عندي August 24 قامت شركة ما بشراء بضاعة Purchases وقامت بشراء 300 وحدة سعر الوحدة الواحدة 12 دولار إذن إجمالي 3600 بعد ذلك في عندي November 27 قامت بشراء 400 سعر الوحدة الواحدة 13 دولار إذن 400 دار 13 خمس 1200 إذن إذن من لاحظ الآن كم الوحدة الوحدة الآن وحدة متاهة عندي في المخازن 100 زائد 200 300 زائد 300 600 زائد 400 1000 إذن هذا يسمى عليه Total units available for sale إذن هاي البضاعة الموجودة عندي في المخازن هي عبارة عن 1000 وحدة كلها ياتي متاحة للبيع طب إجمال التكليف هاي البضاعة اللي قمت بشراءها بالإضافة بخزون أول مدة بيجب أقول لك التالي 1000 تكلفتها 1000 وحدة كان عندي قديش 12000 دولار إذن عنا تكلفة البضاعة المتاحة للبيع قيمتها 12000 لكم الوحدة 1000 وحدة بيجي بقول لك روحتي أنا في نهاية الفترة قمت بجرد المخازن لقيت أنا عندي في المخازن 450 وحدة طيب بهاي الحال كم الوحدة أنا بعت بعت 550 كيف طلعت معي 1000 ناقص 450 550 نرجع من عيدها بشكل سريع بمعنى أن أنا كان عندي في المخازن في نهاية الفترة 1000 وحدة لما روحت في نهاية الفترة فتحت المخازن تجرت المخازن اللي عندي لقيت بس عندي 450 وحدة إذن أنا كمي في هذه الحالة بعت بعت 550 وحدة الآن شو المطلوب مني لما استخدم 5 ولا 5 المطلوب عندي ثلاث نقاط رئيسية أولا أحدد تكلفة المخزون اللي عندي واللي بيهمني بشكل أكبر تكلفة البضاعة المباعة الـ cost of goods sold وبالإضافة الـ ending inventory إذن بهمني الـ ending inventory بشكل كبير أقيمه بسعر التكلفة بالإضافة أحد تكلفة البضاعة المباعة طبعاً طبعاً the cost of goods sold formula in periodic system نحك عن نظام الجلد الدوري الآن الـ beginning inventory مخزون أول مدة زائد الـ purchase إذن الـ beginning inventory زائد الـ purchases مخزون أول مدة زائد المشتريات هاي الجزئية اللي هون مسميها cost of goods available for sale إذن الـ beginning inventory زائد الـ purchases بعطينا cost of goods available for sale طبعاً منطرح منها الـ ending inventory مخزون أخر المدة مثل إيش cost of goods sold طيب لحتى نقدر نوضح طبعاً هو موضحها عندي هون cost of goods available for sale لكن الآن رح نقوم بنقل بينات السؤال على البرنامج الـ one note ونحل البيانات اللي عندي من حيث نطلع cost of goods available for sale نطلع cost of goods sold والـ ending inventory الطلب العزاق قمنا بنقل البيانات المتعلقة في شركة هاستن على البرنامج وان نوت إذن بداية رح نطرق إلى حل السؤال باستخدام ويفو إذن رح نحكي عن فايفو بمعنى هي first in first out طب شو بمعنى فايفو بمعنى حسب طريقة فايفو الوارد أولاً صادر أولاً بمعنى البضاعة التي وردت أول شيء على مخازن الشركة تخرج أولاً بمعنى إنه المخزون إلى جاني كان في بداية أول فترة وضعف المشتريات إذن لما أجي أقيم تكلفة البضاعة المباعة تقيم بالأسعار الأقدم بمعنى البضاعة اللي هفات عندي على الشركة أول شيء وبالتالي رح تخرج أول شيء وبالتالي لو جينا الآن سألنا سؤال كده نجي وحدة وحدة أنا بعت 550 إذا الآن بدنا نجي نحدد تكلفة البضاعة المباعة 550 وحدة الآن كدهش تكلفتهم علي إذن 550 وحدة units السؤال كالتالي ما هي تكلفة 550 وحدة طيب حسب الفايفو زي ما حكينا first in first out طيب الآن نجي عليهم 550 وحدة إجيت على أول فترة أقدر بضاعة كانت عندي في المخازن هي كانت عبارة عن واحد واحد إذن عندي واحد واحد طبعا هي عبارة عن إيش قلنا هي البينينغ البينينغ انفنتوري طبعا البينينغ انفنتوري قداش أخذت منه أخذتها بالكامل إذن 100 وحدة سعر الوحدة الواحدة قداش كان عندي 10 إذن total cost عندي 1000 دولار بنجي بنكمل إذن هاي مبدئيا أخذت الميت وحدة زائد أنا قداش بدي بدي 550 إذا ظل بدي قداش أنا 450 رح هاي جي على مشتريات اللي بعدها اللي كانت في 15 4 إذن 15 4 شو كانت عندي كانت عبارة عن برشيز كنت كانت عندي 200 وحدة سعر الواحد الواحدة أحيانا نسميه سعر الأفرادي كانت 11 دولار إذن 200 ضرب 11 200 إذن نرجع من هون أخذت الميت إذن صار عندي 100 زائد 200 300 إذن لس بعد بدي كمان لحط أصل ل 550 وحدة كمان بدي 250 وحدة إذن باجي على مشتريات اللي بعدها واللي كانت عندي في 24 8 24 أوغست وبالتالي رح تكون عندي إيش برشيز طبعا أنا كمان بدي بدي الآن ميزة 200 300 لحط أصل 550 بدي 250 إذن لكن جيت على المشتريات لقيت أنه عندي 300 ما راح أخذها بالكامل راح أخذ منها جزئية فقط وهي قيمتها قديش عندي 250 وخمسين وخمسين إذن 250 سعر الأفراد وسعر الواحد الواحد كان عندي 12 دولار إذن 250 ضرب 12 إذن كانت عندي قيمة 3000 ألا إذن 250 ضرب 12 عندي 3000 الآن لو جينا جمعناها بشكل سريع 100 زائد 200 300 زائد 250 إذن عندي الإجمالي 550 وخمسين وعندي إجمال التكلفة 1000 زائد 1200 زائد 3000 بعطينا حسب الفايفو بعطينا 6200 إذن الآن الرصيد اللي وصلت له الآن هو عبارة عن بمعنى 550 وحدة الآن بعتهم قيمتهم تكلفتهم عليه 6200 إذن بهاي الحالة الزائد كان عندي آخر شيء 250 إذن بعطينا قداش عندي 550 وحدة طيب الآن البضاعة اللي بعتها بسعر معين ما اختلفنا مش ما طالعا عندي كان في السؤال البضاعة 550 وحدة تكلفتهم علي 6200 طيب الآن أنا جزء من البضاعة تم بيعه 550 وحدة ضل عندي مخزون آخر المدة بداش قيمته 450 إذن في نقطة جدا سهلة نقدر نستند عليها لحتى نطلع قيمة مخزون آخر المدة بيجي 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 بقولك في عنا مصطلح حكينا أنه البجنج زائد البيرتشيز بعطينا مسمى cost of goods available for sale إذن cost of goods available available for sale تساوي هي عبارة عن cost of goods sold available for sale هي عبارة عن البجنج زائد البيرتشيز إذن حكينا هي عبارة عن البجنج 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 زائد البيرتشيز كذا ما نتذكر هاي القاعدة طبعا النقطة اللي بعدها هاي بمعنى كل البضاعة الكون متاحة للبيع هي مخزون أول مدة زائد إذا بطرح منها مخزون آخر مدة بصر طيب إذا طرحت منها الاندي انفنتوري بصر cost of goods sold أي بمعنى إذا بدي أعمل القائمة وحتى أوجد القيمة حكينا إن total units about before second عندي قديش 1000 وحدة طرحت منها مخزون آخر المدة وصرت لعادة الوحدات المباعة إذن بقدر أقول بشكل آخر cost of goods available available or sell مجموعة هذو الحسابين هو عبارة عن cost of goods طو زاد ال ending ال ending inventory إذا إذا نيجي منقول cost of goods about before sell تساوي cost of goods sold زاد ending inventory الآن أنا بدي طلع تكلفة مخزون آخر المدة وهو عندي 450 وحدة قول لل 550 وحدة تكلفة البيع تكلفة البضاعة 6200 أي بمعنى cost of goods آذار بفرسية كدهش كانت عندي معطا عندي في السؤال 12000 إذن عندي 12000 إذن هاي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع منقول يساوي بس نسق cost of goods sold cost of goods of 1 تساوي cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة اللي كان عندي قديش 6200 زائد واللي كان عندي إيش مجهولة أي بمعنى بقدر أقول بشكل بسيط هي عبارة عن 12000 لحتى طلع عندك 12000 ناقص 6200 إذن بطلع عندي إيش 5200 هاي كمت إيش الending inventory إذن بهذه الحالة أنا طلعت قيمة الending inventory بشكل سريع إذن 6200 هي عبارة عن cost of goods sold وعند الending inventory كانت قيمة 5800 متعلقة بكمل وحدة قلنا 450 وحدة طيب إذن بشكل سريع إحنا طلعنا قيمة مخزون آخر المدة لكن بقدر نعمل نفس الآلية نقوم بطريقة ونطبقها على مخزون آخر المدة خلن نأخذ بس الجدول بشكل سريع ونعدل عليه طيب إذن هون طلعنا تقلفة البضاعة المباعة الآن بنطلع مخزون آخر المدة هسا لو سألنا سؤال قلنا المخزون راح يكون بالبضاعة المتبقية إحنا بيعنا وال في خمسطعش أربعة وبعنا جزء قيمة 250 واحدة من مشتريات أربعة وعشرين ثمانية لكن قداش كان عندي المشتريات تلاثمائة واحدة قداش متبق عندي كانت خمسين إذن في عندي جزء من مخزون آخر مدة في أربعة وعشرين ثمانية وعشرين يتعلق بمشتريات ها purchase كداش كان وحدة واحدة متبقية عندي 50 ضرب كداش كانت عندي سعر الوحدة الواحدة كانت عندي 12 إذن 95 ضرب 12 بعطيني قداش عندي 600 إذن هذا ما يتعلق بالجزء المتبقي من مشتريات 24 ثمانية نجل آمن كم طيب شو ضل كمان عندي ضل عندي مشتريات في 27 11 إذن في 27 11 كمان في عندي purchase قداش كانت عندي 400 وحدة سعر الواحدة الواحدة كانت عندي 13 دولار إذن الإجمالي 500 200 نعمل تنصيق بشكل سريع الآن لو جينا سألنا سؤال سريع قداش وحدة واحدة الآن راح نلاقي أنه المجموع 450 واحدة طبعا إجمالي مخزون آخر المدة تكلفته علي 600 زائد 5200 راح يعطيني 5800 اللي طلعت عندي هون بالسؤال إذن بهذه الطريقة نحن شرحنا طريقة فايفو إن شاء الله تكون وضحة للجميع ولا هنا تنتهي محاضرتنا شكرا لكم على حسن المشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم